وسمتني يدرب حتى استقما وصرتني يطل وصرت الغامما أخذت بكفير الخير دوما وأسقيتني من هدى الله جامع السلام ورحمة الله وبركاته صباح النور يا إله نظر لمساتنا الأخيرة على مشروع الرياضيات تعليمي داما لذاتي عن ماذا يتحدث هذا المشروع؟ يتحدث عن أهمية الهندسة في حياتنا واختدنا له عنوان كل ما حولي هندسة آه جميل جميل وللرغم من أني لا أرى للهندسة أي أهمية ماذا؟ لا ترين للهندسة أي تهمية؟ نعم لا أرى لها أهمية بيان هيا نخبرها بأهمية الهندسة لو لله ثم الهندسة لما كان لديك منذب انظري معي الهندسة الفراغية تبدأ بنقطة والنقطة ليس لها أبعاد ويصل بين النقطتين مستقيم المستقيم له بعد واحد وثلاثة نقاط تكون مثلث والمثلث شكل مستوي شكل مستوي ماذا يعني؟ الشكل المستوي هو الذي له بعدان طول وعر وليس له ارتفاع مثل المثلث والدائرة والمظلع السداسي انظري إلى أوجه هذا المنزل مستويات انظري إلى ما بالداخل كلها مستويات وهذه المستويات كونت لي مجسما متعدد السطوح وماذا تقصدين بمتعدد السطوح؟ هو مجسم له سطوح مستوية عبارة عن مظلعات وهو شكل ثلاث أبعاد أي له ثلاث أبعاد طول وعرض وارتفاع مثل الكرة والهرم وهذا هرم رباعي وهذا منشور وهو مكعب فعلا انظري إلى هذا المنزل وكوم من هرم رباعي ومكعب أي أنه أصبح مجسما مركبا نقق النظر معي بهذا الهرم هذه أوجه وهذه أحرف وهذه رؤوس انظري أيضا إلى الداخل كلها مستويات وتجمعها علاقات مختلفة الحائط الودي مع الحائط المرتقالي هما مستويان وتوازيان أي لا يتقاطعان مهما بتدى أيضا انظري هذا الحائط مع هذا الحائط متقاطعان في خط مستقيم بينما هذا الحائط مع هذا الحائط مع الأرضية متقاطعان في نقطة أها تقصديني بأن المستويات هي التي صنعت المنزل؟ نعم بالتأكيد أيضا انظري إلى علاقات المستقيمات انظري إلى علاقات المستقيمات في نفس المستوى هذان مستقيمان متوازيان وهذان متقاطعان ولكن إذا وجدان مستقيمان ليس في مستوى نفسه فإنهما يكونان متخالفان مثل هذا المستقيم مع هذا المستقيم آه درج جميل إلاف ألا تلاحظين عند صعودك للدرج أن البعض منهم مريح والآخر متعب؟ بلى ألاحظ لا تقولي أن هذا أيضا له علاقة بالهندسة بل كل الهندسة هنا يعتمد على ميل انحذار الخط المستقيم للدرج ميل؟ وما هو الميل؟ الميل هو الاتفاع الرأسي مقسوما على المسافة الأفقية الميل هو الاتفاع الرأسي مقسوما على المسافة الأفقية وهو مهم جدا في التصاميم والبناء انظري أيضا إلى وجه هذا المنزل الميل هنا مساومة الميل هنا وهذا ما جعل البناء يظهر بشكل جميل دقق في محولك مستويات كثيرة هذه اللوحة مستطيلة وهذا مربع وهذا مثلت وهذه دائرة أيضا مجسمات كثيرة هذا هرم وهذا مخروط وهذه كرة وهذه أسطوانة أما هذا فهو منشور أهاا حقا كل ما حولي هندسة شكرا لكم صديقاتي على توضيح أهمية الهندسة في حياتنا بل الشكر لك أنت لأنك جعلتنا أكثر استعداد لتقديم عملنا في معرض مشروع تعليمي دعم لذاتي المقام في منطقة الجبيل كان معكم الطالبات شهد الغامدي بياني ليرياني فكرة إلاف العرفي بإسراب المعلمة نوفزت من متوسطة الأبناء بالأصول الشرقي للجبيل الهندسة الفراغية أساس في حياتنا رسمتني يدرب حتى استقم وصلتني يطل وصلت الغامام أخذت بكفي إلى الخير دولا وأسقيتني من مدى الله جام كشفت المراهيب في كل شخص فسرت فتة وشفل تسمى وصلت جاسران على الدار ألقي الخطوبة بصبرين وألقي السلام رسمتني يدرب حتى استقم وصلتني يطل وصلت الغامام أخذت بكفي إلى الخير دولا وأسقيتني من مدى الله جام رسمتني على الكون أفراح قلبي فكنتني العون كنتي سانما فلك ناشدي ولك قصدي ولك باين من الحب هما وصلتني يدرب حتى استقم وصلتني يطل وصلت الغامام أخذت بكفي إلى الخير دولا وأسقيتني من مدى الله جام